اهلا بكم ومرحبا في قناتكم قناة رزا تشانل وفديو النهاردة عن مسلسل في السراء والدراء من بتولة ألتين سانجو ومحمد وزان دروناي واحداث الحلقة الخمسة من المسلسل وايضا معادي الحلقة الأخيرة للمسلسل مش عارف اللي كل محب مسلسل الأطرق ما بحبوش فبيوقفوه المهم زي ما احنا شوفنا في الحلقة الرابع ديف الشرف كان الفنان يوسف جيم او من قامة بدور ايديس وكان ظهوره فقط حتى يعني لملسا ان ليلة وصارب اصدقاء من زمن مش بس صارب يعرف ليلة التي تنظم الفرح بتاعه وحتى لو انقروا زي اللي عشان الشك يدى يظهر ملسا تدور على الحقيقة صارب وليلة بيتأثروا ببعض كل ما يشوفوا بعض زي ما اعلن صارب الايديس بهزة دريمان والدة صارب عارفت ان ليلة هي ليلة التي تركها ابنها على طاولة الزفاف وبعد نزول الاعلان الاول للحلقة الخمسة صارب بيعرف ان اردع معجب بليلة وبيعترف لها في الفيلا بتاعته وكان رد ليلة بالسكوت والرفض وعدم الرد وتقريبا بتشرح له هي ليه مش موافقة وتقول له على زواجها الاولاني عشان ملسا بتظهر في الاعلان وهي بتقول لها اضرابي الكيس اللي في ايدي ده وكأنه حبيبك السابق ولما صارب يعرف كده هيبدأ يتعصب جدا ويقول لي ملسا ان هو عايز يسافر ويرجع لندن فملسا بتقول له هو في ايه لكل ده انت متعصب لي كده فهو مش هيرد عليها ويحس بالغيرة ناحية ليلة وعندما يحاول ان يهدق من نفسه طبعا احنا كلنا عارفين الشباب التركي لما بيهدي من نفسه بيروح للبار ويروح شارب ويروح دارب كل الناس اللي هناك ايضا بعد ما والد تصارب تعرف ان ليلة دي هي ليلة دي هتتوعد له وتقول مش هتعرف تقرب لبني نيجي بقى لمعادة الحلقة الاخيرة وزي مع علانة الكناب بشكل رسمي ان الحلقة الاخيرة هتكون الحلقة الستة اي بعد حلقتين من عرض حلقة الاسبوع ده ده بسبب عادة الحب الاطراق لابطال المسلسل وبيقولوا ان هم مش لقين على بعض كانوا بيفضلوا ممثلين تاني مكانهم و كمان نسبة المشاهدة قالت جدا جدا و كده المسلسل في الصراعي والدرق هيحصل مسلسل يقصف على شبابك و قلنا تحت في الكومنتات ما هو رأيك هل فعلا الابطال غير مناسبين لبعد ما تنساش اللايك و شير و سبسكرايب تفعيل جراءة اشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد لما نزله على القناة باي باي